خاضت مصر ممثلة في قواتها المسلحة وردال الشرطة معرقة شارسة ضد الإرهاب في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو المديدة قدمت مصر على مداري السنوات الماضية نموذجا فريدا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه واستعادة الأمن والاستقرار في وقت وديس عقب ثورة الثلاثين من يونيو خاضت مصر معركتها الشرسة ممثلة في قواتها المسلحة وردال شرطتها البواسل ضد الإرهاب معركة كان لسيناء النصيب الأكبر منها وعلى مداري السنوات الماضية قدمت مصر نموذجا تاريخي لف مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة ركزت بشكل أساسي منذ عام 2014 على الضربات الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية ووقف مخططاتهم التخريبية وتجميد إمداد تمويلهم فضلا عن تنفيذ قطط المحكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار للبلاد في وقت وجيز كما نجحت العملية الشاملة سيناء التي تم إطلاقها عام 2018 في القضاء على المرتكزات الجغرافية الإرهابية وكذلك ضبط قيادات تلك العناصر وتقليص موارد تمويلهم وذلك بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا بأرواحهم فداء للوطن وتعد الحرب التي خضتها البلاد ضد الإرهاب بمثابة شهادة نجاح للقوات المسلحة وقوات الشرطة حيث أظهرت قدرتهم الفائقة في التعامل مع التحديات الأمنية التي توجه البلاد للحفاظ على أمن الشعب المصري واستقراره وبالتزامن مع الحرب الضروسة ضد الإرهاب في سيناء لم تتوقف عجلة التعمير والبناء والمشروعات التنموية العملاقة حيث اعتمدت الدولة التنمية كأحد أسلحاتها لمواجهة تلك العناصر الإرهابية ممن لا يعرفون دينا ولا وطنا